الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض الدرس التالت الرابع من الوحدة الخمسة كتاب بت باي بت تالتة اعدادي السؤال الاول عندي بيقول هنا أورآن نقط is an event هنا بيقول لك حدث in which people اللي الناس try to be the best at something ايهو بقى الحدث اللي الناس بتحاول انها تبقى الافضل طبعا الناس عايزة تكون الافضل في المسابقات مسابقة بقى او منافسة لهي competition اللي بعده بيقول لي the synonym معنى كلمة incredible is a خليب عليك incredible معنى لا يصدق الكلمة دي بتساوي عندي في المعنى كلمة رائع او مزهل اللي هي fantastic اللي بعده the anthem عكس او مضاد كلمة safe طبعا safe معنىها امن عكسها بقى بنحط لها بادئة كده اللي هي the un فتبقى معناها unsafe غير امن اللي بعده the suffix not turn the verb create into an adjective خليب عليك هنا بتحول الفعل ده للصفة طيب الفعل ده يتحول للصفة يكون معناها مبدع بقى اللي بعده we use the prefix not to change the word incredible into the opposite خليب عليك هنا بيقولك بتحولها الى العكس البادئة اللي بحطها هنا تجيب لي عكس الكلمة طبعا i am فتبقى اسمها incredible يبقى هنا i am اللي بعده she wrote a story about a famous writer بيقولي بعد كده this means she wrote a note هنا بيقول هي كتبت حاجة او كتبت قصة عن شخص او عن كاتب مشهور بها كتبت biography اللي هي معناها سيرة ذاتية اللي بعده بيقولي our and what is someone who watches a sport or an event طيب مين هو بقى الشخص اللي بيشاهد ويتفرج على الاحداث الرياضية ده اسمه متفرج او مشاهد لهوا spectator اللي بعده بيقولي our and what is software you can use on your computer or phone طيب خلي بالك نظام او system بتقدر تستخدمه على الكمبيوتر او التليفون ده اسمه طبعا كلمة application اللي هي اللي اختصرطها الاب اللي والتطبيقية اللي بعده بيقولي the word nervous is similar in meaning to not طيب كلمة nervous معناها متوتر او قلق او متدايق يعني كلمة يبسوا عندي كلمة upset اللي هي منزعك اللي بعده بيقولي كلمة clean الفعل ده is the synonym of the verb طيب clean هنا معناه ينظف لها نفسه معنا الفعل اللي هو يغسل اللي هو wash الاثنين اللي هو نفسه معنا اللي بعده the anthem of the word nobody خلي بالك عكس كلمة لا احد الكلمة دي طبعا عكسها everyone اللي هو كل شخص يعني اللي بعده بيقولي the anthem of the word big عكس كلمة big big يعني كبير عكسها طبعا صغير اللي هي كلمة small يبقى هنا كلمة small الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقولي هنا the suffix اللاحقة نقط is added to the verb view to make the noun a خلي بالك اللاحقة او النهية اللي بتوضع في الاخر هنا وتحولها الى noun اللي هو اسم طبعا هم نحط er في تبقى كلمة your اللي بعده يقولي هنا organize الفعل ده is turned into a noun فنحوله الى اسم by using the suffix a خلي بالك كلمة organize عشان تتحول الى اسم نحط لها suffix er بتوعناها organizer اللي هو منظم الحفلة نفسه فهنا نحط الصوفيكس بتاحها اللي هو er اللي بعده the prefix البادئة gives the opposite of the adjective possible هنا بادئة بتوضع الى الصفة بتديني عكسها خلي بالك بحط بادئة تديني عكس الصفة possible اللي هي i am واسمها impossible اللي بعده the prefix tele in the word television البادئة دي في الكلمة دي تشير الى ايه طبعا موجود عندك في الكتاب اللي هي بتشير الى البعد او المسافة distance اللي بعده a competition is festival to find the best team or player in a sport a competition here means a هنا بقول لك مهرجان المسابقة اللي هي عبارها عن مهرجان بنحاول طبعا نطلع فيها افضل لعب رياضي الكمبيتشن دي المسابقة دي برضو معناها لها معنى تاني اللي هو championship اللي هي بطولة اللي بعده during coronavirus pandemic أثناء جائحة coronavirus players are kept in a healthy place اللاعبين كانوا بيكونوا موجودين في مكان آمن this means they are kept in ده معنى ان هم موجودين فين طبعا في بطل اللي هي الفقات الصحة اللي بعده كده نكمل مع بعض الجزء الاسئلة الخاص بالقواعد السؤال الاول بيقول لي هنا i have not seen that film وجايب لي هنا بين الاقواس كلمة ever طبعا الكلمة دي يا شباب نستخدمها في السؤال لكن هنا انفع استخدم حاجتين ممكن اقول له already وممكن اقول له never الاتنين صح يبقى اقول له i have never اللي بعده not you been to paris yet او نشوف yet في السؤال ابص كده ده مضرعتين بص على الفاعل بقى الفاعل اللي عندك هنا اللي هو you you ده جمع ما فاش اسأل بهاز وما للصحة عاملي اسأل به بقول له have you been اللي بعضه we have not eaten our lunch طيب خلي بقى لك كلمة yet مكانها مش هنا ابدا يد بتيجي في اخر جميع المنفية او سؤال طيب we have eaten اللي بيجي في النص هنا بين have والفاعل اللي هو already او just يبقى نقول له already eaten اللي بعد he has already نقط three language طيب خلي بقى لك has already على طول الفاعل بيجي فيه التصريف الثالث طيب التصريف الثالث من learn لا نطقين يبقى نكون اخيرها ed او اخيرها t ليت من صح بقى نقول له learned اللي هي اخيرها t او ed he not met the manager yet طيب برضو نفس الكلام هنا yet عايزة طبعا منفية طب ما haven't موجودة خلي بقى لك بقى الفاعل هنا مفرد يبقى صحنا انت تقول له hasn't met يبقى انا المفرد بس انا ما حزنت والجامعة haven't اللي بعده i haven't finished my homework نقط okay play never طيب خلي بقى لك دي مضارقة التام منفي عايز في الاخر هنا كلمة yet حتى الان يعني انا مخلصتش الواجب حتى الان بس ما هي yet صبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا have they arrived in tanta وجاب لي نقط وبيقول لي بين الاقواس كلمة sense ألف الاجابة no not yet خلي بالك بقى sense ما بتجيش في اخر الجملة بالشكل ده sense بيجي بعدها بداية حدث اللي بيجي في اخر السؤال والجملة المنفية كلمة yet اللي بعده بيقول لي هنا has created an app وجاب لي بين الاقواس كلمة never برضو نفس الكلام الجملة دي مبدئيا كده جملة مسبتة اللي بيجي في نهايت الجملة المسبتة كلمة already طبعا yet عايز جملة منفية فمش هتنفع الصحة هنا ان اقول له already اللي يعناها بالفعل اللي بعده بيقول لي I can't believe it have you finished طيب خلي بالك بقى ده سؤال A ولكن I can't believe معناها انا مش قادر اصدق طالما الجملة دي فيها استغراب ودهشة بستخدم في نهايتها already السؤال ده مهم جدا عندي ممكن already تجي في اخر السؤال ولكن هو في حالة الدهشة والاستعجاب اللي بعده كده بيقول لي I can't believe it نفس الكلام قنيت في اخر الجملة في المضارع التام تبقى دي اسمها مضارع تام منفي مضارع تام منفي يبقى لازم هاز دي انفيها انفيها ازاي اسمها hasn't created معنى الجملة ان هيسم لم يبتكر اي تطبيق حتى الان يبقى لما اشوف يت في اخر جملة مضارع تام لازم يكون منفي يبقى hasn't created والتصريف الثالث اللي بعده Our friends haven't reached their goals just طيب هنا الجملة دي زي اللي فوق بالظبط haven't منفية يبقى طلال منفية ما ينفعش اقول just or already دي عايزة جملة مسبتة الصح ان انا اقوله يت اللي بعده has she finished her homework not طيب برضو قلنا never ما بتجيش في السؤال بالشكل ده اللي بيجي في اخر السؤال او الجملة المنفية كلمة yet اللي معناها حتى الان فانا اقوله yet اللي بعده people in a few schools have not the app سهلة جدا دي already هتيجي في نفس المكان عادي لان هي بتجي بعد have وقبل ايه الفعل طب قبل الفعل في التصرف الثالث يبقى كلمة use لازم تبقى في التصرف الثالث التصرف الثالث منها هو used اخيرها دي بقوله already used السؤال اللي بعده كده بيقولي he has not talked to some companies about his idea خلي بالك اللي بيجي بين has وتصرف الثالث كلمة already or just يبقى هنا المكان بتاعها محدد الإجابة has already talked بعده كده بيقولي has has not talked to three schools about pollution نفس القاعدة برده ده سؤال انا عندي هنا has في السؤال وعندي تصرف الثالث في السؤال باستخدم كلمة ever اللي بعده بيقولي we have not designed the bridge but we haven't finished it yet بس الجملة الاولى دي مسبتة طالما مسبتة يبقى we have already اللي بيجي في الجملة مسبتة بين have وتصرف الثالث كلمة already or just الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الثالث والرابع بيبدأ معي بسؤال ذلك سؤال المحادثة طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادثة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادثة بتتكلم عنه مهاب is asking Hany about his achievements مهاب بيتكلم مع هاني عن إنجازاته فمهاب هنا بيقوله what have you done already Hany بيقوله يعني اللي انت حققته لغاية دلوقتي هاني رد عليه ما نعرفش بيقوله ان انا اشتركت في حفلات موسيقية لأحوام سأله سؤال قاله have you won any awards رد عليه قاله yes يبقى هنا هو فاز بايه بجائزة او مصابقة يبقى عدد رؤول I have won طيب هو فاز بجائزة للحفلات الموسيقية يبقى يقول له a musical competition يعني مصابقة طبعا فنية او موسيقية يبقى اول اجابة شباب I have won a musical competition اللي هي معناها انا فزت بمسابقة في الموسيقى يعني ما هي بسأل سؤال اللي جابة yes I have joined خلي بقى لك yes معناها نعم هسألها الهب هل بقول له ايوة انا اشتركت في العديد من الحفلات المدرسية يبقى هنا عايزي يقول له ايه هل انت اشتركت في اي حفلات مدرسية هيقول له have you طبعا اي بتحول الى you have you ever joined any school concert السؤال في صيغة المدرسية التام لان الاجابة الشباب في صيغة المدرسية التام قال له have you ever joined any وطبعا يقول له school concert اللي هي هل انت عمرك اشتركت في اي حفلات concerts يعني طبعا حفلات موسيقية بعد كده هاني امهاب قال له have you want any words قال له yes I have وبدأ يسأله سؤال اعرى رجيب عشان اعرف قال له I play the guitar يعني انا بعظف على الجتار وقال له كمان I will receive an award next week انا كمان هستلم جايزة يبقى هنا بيقول له طب انت بقى اخبارك what about you اللي هي معناها ماذا عنك يبقى هنا بقول له what about you قال له انا كمان بعظف على الجتار قال له really حقا وقال له حاجة وسأله سؤال اكيد هنا طالما فيها علام التعجب يبقى يقول له مثلا when done او يقول له great رائع او عظيم هنا بقول له pretty وبقول له great لانه هستلم جايزة وسأله is this the first time you receive دي اول مرة تكسب الجايزة قال له best wishes يبقى هنا هيجوب is this بيجوب على yes قال له yes وقول له it is ايوة دي اول مرة بعد كده بيبقى سؤال read and complete سؤال ده عبارة عن نص صغير وبيديني فوق هنا باركويس جدا وترجمه الاول بيديني فوق هنا ست كلمات الكلمات دي بختار منها اربع كلمات وحطها في الفراغات بيقول هنا رامي likes writing not of sports persons طيب هنا رامي بيحب ان هو يكتب عن الشخصيات الرياضية يبقى بيكتب ايه برافو عليك اللي هو biographs اللي هو يبقى اللي هو سيرة ازتية بعد كده يقول له he wrote many about famous not and sports not طيب هنا بيقولك هو كتب العديد عن الشخصيات الرياضية طبعا يبقى هنا ايه لاعبين الرياضيين لاعب الرياضي اللي هي players يبقى هنا لاعبين الرياضيين مشهورين and sports وايه كمان رياضية طبعا هو كتب عن اللاعب مشهور يبقى كتب عن بطولات مشهورة بطولات اللي هي كلمة tournaments يبقى دي رقم ثلاثة فاختر هنا tournaments بعد كده يقولي now he is writing about محمد صلاح but he not idiot طيب خلي بالك هنا بقى كلمة يدي مضارع تام عايزة ايه منفي يبقى هنا لازم الفعل يكون منفي طب اطلع فوق كده هتلاقي hasn't finished اللي هو hasn't وتصرف التالت ده مضارع تام منفي عايز يقولك هو دلوقت بيكتب عن محمد صلاح ولكن لسه منتهاش طيب بعد كده بيكون عندي سؤال paragraph السؤال ده طبعا مجاب عنه في اخر الكتاب